ما زلنا في الوحدة الخامسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية في المحاضرة السابقة تناولنا مشكلة وجود وحدات انتاج تحت التشغيل اول المدة والتي ترتب عليها اما ان نستخدم طريقة المتوسط المرجح او طريقة الاول في الاول والان نعرض مقارنة ما بين طريقة المتوسط المرجح وطريقة الاول في الاول الجدول التالي يوضح الفرق بين طريقة المتوسط المرجح وطريقة الاول في الاول لكل خطوة من خطوات اعداد التقرير الشامل للتكاليف كان عندي في المحاضرة السابقة تكلمنا عني فيه خمس خطوات لاعداد التقرير الشامل للتكاليف التقرير الشامل لتكاليف المرحلة لتكاليف المرحلة في كل خطوة من الخمس خطوات هنعقد مقارنة ما بين طريقة المتوسط وطريقة الاول في الاول كما في الشكل التالي خطوات التقرير الشامل للتكاليف طريقة المتوسط المرجح طريقة الاول في الاول نبدأ مع الخطوة الاولى الانتاج الفعلي الخطوة الاولى من خطوات اعداد التقرير لخطوة الانتاج الفعلي لو كنا شغالين بطريقة المتوسط المرجح بنلاقي الوحدات التامة تكون على جزء واحد فقط رقم واحد بس وحدات التامة مثلا الف هتلاقي الالف هو رقم واحد بس طيب لو بنشتغل الخطوة الاولى دي بطريقة الاول في الاول بنلاقي الوحدات التامة تكون على جزءين الجزء اسمه استكمال اول المدة والباقي وحدات جديدة بمعنى ان الالف اللي كانت موجودة وكتبناها مرة واحدة في ظل طريقة المتوسط هنا الالف دي نقسمها نصين اذا كان فيه تحت التجيل اول مدة ميت واحدة يبا دي نعمل لها استكمال استكمال لاول المدة باقي كم الالف يبا الالف نقص المية باقي تسعمية يبا الالف دي وحدات جديدة دي اول مقارنة ما بين طريقة المتوسط المرجح وطريقة الاول في الاول من وكهة نظر الخطوة الاولى في الخطوة التانية اللي هي الانتاج المتجانس الانتاج المتجانس بنلاقي ان الوحدات التامة اللي احنا خدناها في الخطوة الاولى كرقم واحد جزء واحد تظهر على جزء واحد فقط وتكون مية في المية لكل عناصر التكاليف بتكون مية في المية لكل عناصر التكاليف الوحدات التامة هنا تم تجزئتها الى رقمين استكمال اول المدة والاستكمال ده ننظر لفترة الاستكمال كما حنشوف في التمارين اللي جاي بعدك ننظر لفترة الاستكمال من الوحدات الجديدة تكون بنسبة مية في المية يبقى الاستكمال اذا كان اول مدة مثلا كان عند ستين في المية يبقى لننظر له المكمل اللي هو كام فترة الاستكمال لها رباين في المية ده المحاسبة بتكون كده اما الباقي اللي هو الوحدات الجديدة تكون مية في المية تحت التشغيل اخر مدة بقى يعامل يعامل نفس المعاملة هنا نفس المعاملة بالطريقة دي مفيش فرق بينهم وده هنشوفها في التمارين بعد ذلك الخطوة الثالثة اجمالي التكاليف نجمع التكاليف تجمع تكاليف الفترة السابقة مع تكاليف الفترة حالية لان في المتوسط بنجمع الاثنين مع بعض كما شفنا في المحاضرة السابقة لكن في الثالث الاول في الاول تفصل تكاليف الفترة السابقة عن تكاليف الفترة حالية لان دي فقط بس تستخدم فقط دي اللي تستخدم فقط لتحديد المتوسط لتحديد متوسط تكلفة الوحدة يفضل نفصل تكلفة الفترة السابقة عن تكلفة الفترة الأحياء الحالية الخطوة الرابعة متوسط تكلفة الوحدة نحسب متوسط تكلفة الوحدة في طريقت المتوسط س faded المحاضرة السابقة يجب علينا نقسم Pascal وتكلف الفترة السابقة مع تكاليف الفترة اللي هي الحالية الاثنين مع بعض يتقسموا على الانتاج المتجانس يتقسموا على الانتاج المتجانس وطبعا لا تنسى ان كلمة الفترة السابقة المقصود بها تكاليف الفترة السابقة اللي هي تكلفة الوحدات تحت التشغيل اول المد لما كنا بقى في طريقة الاول في الاول اسم التكاليف الفترة الحالية فقط تكاليف الفترة الحالية فقط على مين على الإنتاج المتجانس الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات التقرير الشامل للتكاليف إننا بنحدد تكلفة الإنتاج التام وتحت التجهيل الأخر المدة والتالف إن وجد كل نوع من دولة لو شغالين بطلات متوسط نحسبه إزاي؟ بضرب الإنتاج المتجانس من كل نوع سواء كان النوع ده إنتاج تام أو تحت التجهيل الأخر المدة أو تالف ضرب الإنتاج المتجانس من كل نوع نضربه في مين؟ في متوسط تكلفة الوحدة اللي احنا طلعناه من الخطوة السابقة له لو شغالين بطريقة الأول في الأول ضرب الإنتاج المتجانس من كل نوع في متوسط تكلفة الوحدة كل ده ماشي صح معداء إن احنا بنحسب تكلفة الإنتاج التام هي اللي بتختلف شوية بتحسب من ثلاث أشياء تكلفة الفترة السابقة تكلفة استكمال أول المدة تكلفة الوحدات الجديدة طبعا تكلفة الفترة السابقة اللي هي إيه؟ تكلفة تحت التشغيل أول المدة واشوف تكلفة سطر الاستكمال اللي احنا كنا جزائناه هنا سطر الاستكمال واشوف تكلفة الوحدات الجديدة التي تمت اشتركوا في القناة